أنا مش هفوت وثيقة نجران بعد الكلام الحلو اللي اسمناها على المساواة مهمة أوي أن احنا نقعد نتكلم عن هذه الوثيقة وابندها التعايش والمحبة والإخاء والسلام شوف يا سيد الكريم المنهج العمل التطبيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة لما هاجر من مكة إلى يثرب المدينة هو بدأ قبائل اليهود المشهورة بالسلام بني قينقاع بني النظير بني قريس وعقد معهم المعادات السلمية وبيل لهم النوع مش قاعدة عليهم صحيح ولا يهدم شرعهم وتركهم يمارسون شعائرهم طبعا هم فيما بعد بقى المؤامرات شعائرهم ودركهم وأعملهم وأراضيهم وزرعتهم لكن ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أول من أواء الأعمال وعقب الهجرة المعاهدات السلمية مع اليهود حلو المنطقة اليسر ما كانش فيها مسحيين يمكن في بعض الناس يقولك طب يعني لكن لما كتبت جدة حوادث يعني مثلا رسول عليه السلام سبحان الله بأنوار النبوة يختار مصر من أطلس الجغرافية إن صح التعبير ويوصي بأقباط مصر الله ده بقى شايف اليوم القيامة بالبصيرة ستفتح لكم مصر من بعد فاستوصوا بأقباطها خيرا استوصوا بإيه بأقباطها خيرا فإن لكم فيهم زمة ورحمة وفي حديث فإنهم عدة وبلاغ لكم إلى عدوكم ده وسيط حضرة النبي بمسيحي مصر أو بأهل مصر لكن الحالة الخاصة لستك بتحكي بتسألني فيها هو نصارى نجران طلع وفد من القساوسة والبطاركة وجم إلى يسرب يسمعوا على الدين الجديد الرسول قرأ عليهم القرآن واستضفهم في المسجد وهنا أنا بنبه وبصحح وأنوه من عظمة الإسلام إن جسم الآدمي مسلما أو غير مسلم طاهر طاهر قولا واحدا قولا واحدا الرسول استضفهم في المسجد وبعدين استمعوا إلى القرآن وكذا ورأوا المسلمين بيصلوا ويمكن بعضهم تفقد أحوال المسلمين لكن يعني لم يريدوا أن يسلموا لم يكرههم الرسول ولم يكبرهم وربنا دلهم الحق ولم يعبس في وجههم طبعا أم جموا هم مشين قالوا له يا أبا القاسم طبعا خطبوا بالكون يا ما قالوش بقى يا رسول اللي ما أمنوش به قال يا أبا القاسم يعني اسمح لنا أن نعود قال اذهبوا وأرسل حراسة بسيطة معاهم تحرصهم إلى حدود يسرب بس قبلها صلوا أما لست أقول لك كان بقى يوم السفر وقيل من أول يوم جوم لأنهم قعدوا حول أربعة أيام فبعد صلاة الصبح الرسول لما صلى بالصحابة رضي الله عنه وأرضاهم فهم قالوا له يا أبا القاسم قال لا تأذلنا أن نصلي صلاة الإشراق قال صلوا الصورة دي مجسدة مجسدة في إيه بلاش كلمة الوحدة الوطنية قص الوحدة الوطنية يبقى فيه ألف وباء صح لما عندناش ألف وباء صح وذلك أنا ضد كلمة جناح الأمة على المسلمين والمسيحين في مصر وليس جناح الأمة صح هو الخض شوف النسيج ده الخض في قلب الخض داخل في بعض من تعرف الطول ولا عرف العرض هو كده نسيج متداخل الله يفتح لي كمان فدي اسمها إيه بقى الإخاء الدين أولا قبل ما سيب بس اليهود ما تنساش من الرسول صام يوم عاش وراء احتفالا بنجاة سيدنا موسى صحيح في البحر تمام وكان ممكن الرسول يقول لي أنا ما ليهما لليهود وما ليهما البني إسرائيل وما ليهما الموس أبدا كنت تقصد أسيا نعم كنت تقصد أسيا زوجة فرعون آه اللي ربت سيدنا موسى آه آه نعم ماشي كمّل الله يفتع عليك فهنا الرسول لما صام يوم عاش وراء أنا ممكن أضع عدواناً عاش وراء وزمالة الشرائح الله وذا كان أنا ضد حوار الأديان لا الأديان ما فيهش حوار كل دين له خصوصيات وصخليات أقول إبقى حوار الحضارات ممكن أنما حوار الأديان لا مش هيب نتيجة لأن اليهودية لها ثوابتها المسيحية لها ثوابتها الإسلام له ثوابته إحنا نتعايش في المشتركات صح بس المشتركات يبقى نعمل حوار حضارات نهاية حضرتك وأنا هنا بادعو من منبر التسعة مساء إلى أحياء في التاريخ اللي بيدرس في المدارس من حقب التاريخ اللي هو المصر القديم إلى أن نصل إلى العصر الحديث أنا يعني أأسف أني ليه محزوف الحضارة المسيحية لابد أن تعود أنا بقولك مش بتجمد حقهم نقول للدكتور رضا حجازي إحنا عايزين فصل حلو كده جميل يتحط في كتاب التاريخ الحضارة المسيحية ودرسين ثلاثة كتر القراءة إنما أنا ما جيش أدرس من المصر القديم وا 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 بعدين أجي للإسلام والعرب وأغفل الحقبة وكأن ما كانش فيه عندي عصر مسيح لا 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 عندنا عصر مسيحي طبعا هذا جزء من تاريخ مصر طبعا ولا بد أن يعود لأن ده جزء من نسيقنا فأجي بقى لنصر نجران فإستأزنوا الرسول على السلام إنهم يمشوا فأزن لهم قالوا ألا تكتب لنا عهدا فأرسل إلى أبي سفيان كان هو يعني قريب في الوقت ده فأبو سفيان كان أحد الكتبة يعني وقيل لا مش أبو سفيان عفوا معاوية لا لا معاوية معاوية ابن أبي سفيان ابن سفيان نعم أرسل إلى معاوية أنا بصحح إلى معاوية ابن أبي سفيان عليه رضوان الله إحنا سقافة الأظهر بنحب جميع الصحابة إحنا سقافة الأظهر بنحب جميع أهل البيت إحنا الأظهر بسقافة الأظهر بنحب جميع الأنبياء والرسول حتى دي طول عمري بأسأل هو معاوية بن أبي سفيان يعتبر صحابي صحابي جليل أسلم بعد الفتح مجرش حاجة بس التقى بالرسول وصدق بالرسول والرسول كان يأتمنه على بعض المكاتبات سيدنا معاوية وما تنساش أنه صهر الرسول الرسول الجوز بنت أبي سفيان خدت بالك بس قطل سيدنا علي لا 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 ما علش تلك أمتهم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألونها مكانوا يفعلون بعدين احنا العلماء علمونا إيف سقفت الأزهر عصم الله منها سوفنا فلنعصم منها ألسنتنا